أحبة المشاهدين يا مرحبا بكم في مقطع جديد من أسئلة المسلمين الشائعة واليوم بنناقش سوى قصة هل الإنجيل واحد أو أربعة بعض المسلمين يقولون أن وجود أربع ناجيل تدل على التحريف هذا لأن مفهوم الوحي عند المسلم مختلف عن مفهوم الوحي عندنا حيننا المسيحيين المسلم يعتقد أن القرآن جاء لمن جبريل قاعد يملي على رسول الإسلام القرآن بشكل إملائي وأن الإنجيل كتبها تلاميذ المسيح كل كتب الإنجيل بطريقته الخاصة ولكن هذا الفكر خاطئ ليش؟ للأسباب التالية واحد الإنجيل هو حياة المسيح وكلامه المسيح قال توبوا وآمنوا بالإنجيل مرقص واحد خمسطاش لاحظ أن الإنجيل لسا ما نكتب والمسيح ما كان يشيل بيده إنجيل إذن المقصود هو حياة وسيرة وسلوك وقصص حياة المسيح هو الإنجيل اتنين أين هي تلك النسخة؟ لا يوجد أي مرجع تاريخي يثبت أن المسيح كان عنده كتاب اسمه الإنجيل وكيف لم يسمع أحد عن هذا النسخة من الإنجيل التي نزلت على عيسى؟ هل يعقل أن يزل الله الإنجيل لهداية الناس ثم تختفي ولا يبقى سوى أن يجيل محرفة؟ هل فشل الله في مهمته ونجح المزورون والمحرفون؟ حاشا لله ثلاثة ليش ربنا يوحي بكلامه؟ مش علشان يهدد الناس إلى الطريق الصحيح؟ ولش يخلي المحرفين يحرفون كلامه؟ إذا كان الملوك وصناع القرار وكتبت قوانين الدول ما يسمحون لأحد بتغيير أو تأويل كلامه فهل هم أقوى من الله؟ حاشا لله أربعة هل إنجيل البشر أعظم من إنجيل الله؟ كل الأناجيل الأربعة كتبت في القرن الأول للميلاد فهل يعقل أن الله لم يحافظ على أنجيله؟ ولكن كل الأناجيل المحرفة تملأ المسكونة من شمالها الجنوبها ومن شرقها الغربها؟ حاشا لله طيب إيش تعني كلمة إنجيل؟ إنجيل تعني الخبر السار الإنجيل ليس كتاب أنزله الله على عيسى بل هو حياة المسيح وسيرته العطيرة الأناجيل تصف صيرة المسيح وحياته فكل إنجيل كتبه حسب شخصية كاتبه ولكن تصف الحقيقة الواحدة من عدة وجهات نظر حسب الكاتب متة كتب عن المسيح الملك ومرقص كتب عن المسيح الخادم ولوقا كتب عن المسيح الطبيب الإنسان ويحنى كتب عن ألوهية المسيح تعالوا نصلي يا رب نسألك أنت لا غيرك أن تبين لأحبتي وأهلي المسلمين بسلوبك في الوحي ويعرفون أنك أنت تخالقهم على صورتك ومثالك وتريدهم أن يكونوا كذلك لأن هذه هي إرادتك يا رب أعطي نعمة لكل من يسمع ويشاهد هذه الحلقة ويتلامس مع روحك القدوس فيضحر يخلص على حساب الدم الطاهر الذي سفك على الصليب بالمسيح يسوع آمين